لم يطرأ تغيير كبير على شكل المشهد السياسي بكردستان العراق هكذا أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية الحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر الأحزاب في الإقليم حصد 32 مقعدا في أربيل ودهوك بالإضافة إلى ما يعرفوا بالمناطق المتنازع عليها في محافظة نينوان لم تتراجع حضوظ الحزب عن الدورات السابقة يقول أعضاؤه أثبتت انتخابات 10 عشر 2021 أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا زال تمتع بشعبية قوية داخل الأقليم وأنه تجاوز حاليا حدود أقليم كردستان وأيضا لديه ناخبين ولديه مرشحين موجودين في محافظات الأخرى العراقية لكن المفاجأة كانت في السليمانية إذ خسر حزب الاتحاد الوطني في معقله خمسة مقاعد واكتفى بخمسة عشر مقعدا هذه المرة أحزاب أخرى في السليمانية منها حراك الجيل الجديد ضاعف عدد مقاعده في البرلمان الحزب الذي لم يحصد أكثر من أربعة مقاعد في كل دورة انتخابية سابقة انتزع تسعة مقاعد هذه المرة تقدم يراه مراقبون نتيجة للخلافات الداخلية في حزب الاتحاد الوطني الاتحاد الوطني مع حركة التغيير في تحالف كردستان النتيجة كارثية بكل معنى الكلمة وهي صدمة لهذه الحزبين طبعا وجود المشاكل في قيادة للاتحاد الوطني ساهمت في هذه النتيجة السلبية للغاية أي أن كان شكل الخارطة السياسية التي حددها التصويت لممثل إقليم كردستان تحت قبة البرلمان العراقي فإن النواب أمامهم مهمة شاقة هناك حيث يدور الخلاف على حصة إقليم كردستان من الموازنة وملف تصدير النفط العالق بين أربيل وبغداد لم تسجل الانتخابات النيابية في إقليم كردستان العراق مفاجأة أو نتائج غير متوقعة عدا انخفاض نسبة التصويت ما يعني أن الأحزاب الرئيسة ستظل محتفظة بالصدارة غسان خضر العربي أربيل